في مخيم طول كرم في المكان الذي ارتقى فيه ستة شهداء حقيقة الشهداء الستة الذين ارتقوا ارتقوا هنا في منطقة الدبة في حارة البلاوني وهنا في هذا المكان تحديدا سيبقى يشهد على جريمة ومجزر ارتكب الاحتلال عبر الاستهداف الجوي وسنضعكم بتفاصيل كثيرة سواء عبر الشهود عيان سواء من خلال الصورة ستشاهدون بالفعل كيف تم استهداف الشهداء لكن حسن قبل الذهاب الى الحديث عما حدث داخل مخيم طول كرم فقط اود ان اشير الى اسماء الشهداء رامي الشوملي وعدي زيات واحمد صليط ومحمد ابو عنين وبسام الشافعي وفراس عواد بلاوني اذا الشهداء الستة رامي الشوملي وعدي زيات واحمد صليط ومحمد ابو عنين وبسام الشافعي والشهيد فراس عواد بلاوني ستة شهداء ارتقوا برصاص الاحتلال الان سنشرح ما حدث اذا كنتم تشاهدون هذه الفتحة في الجدار هي عبارة عن استهداف من الجو تم في بداية الأمر ومن ثم انتقل هذا الاستهداف إلى موقع آخر بعد وفق الشهود عيان ما لا يقل عن خمس دقائق استهداف آخر تم في هذا المكان لاستهداف يعني هذه الحفرة حسن هي واضح أنها حفرة تم استهدافها عبر الجو وبهذا الشكل الاحتلال كان استهدف هذه المنطقة مرتين عبر الجو المرة الأولى لاستهداف لجدار على ما يبدو تواجد بالقرب منه عدد من الشهداء ومن ثم عندما تواجد شهداء آخر تم استهدافهم في هذا المكان لكن على كل حال هنا سأكون بحديث حول هذا الموضوع مع شهود عيان يعني شهود عيان مختلفون يروا لنا القصة ماذا حدث وكيف حدث واحد من شهود العيان هو المسعف ويعمل في المركز الطبي داخل مخيم طول كرم وهو المسعف أحمد حطاب أحمد جريمة كنت أول الواصلين إلى هنا كونك تعمل كمسعف داخل المخيم ما الذي حدث ما الذي شهد يعني نحن الآن نشاهد أثار الدماء للشهداء ونشاهد إذن يعني ثقب في الأرض نتاج على ما يبدو استخدام الصواريخ وأيضا ثقب آخر في الجدار ما الذي حدث بالفعل في منطقة الدب في حارة البلاوني ولش الله صلى الله صلى الله صلى الله محمد أنا نزيل تركض لجيت أول شهيد مرمى على الأرض على الدخلة هاي نعم جيت كدمت عليه نعم يعني في أي منطقة تحديداً في أي منطقة تحديداً كان أول الشهداء الذين أرتقوا وقمت بيعني معينتهم كونك مسعف مسعف أول شهيد الله يرحمه القيطة بصقر وجهه لتحيت عقبال الجيب الشهيد عضي زيات عضي زيات راسه وعقايا عقبال الجيب جيت سحبته سحبته لهيه قاعد بقول له الشهد الشهد ضط صاري الشهد ونام عكدته نعم يعني أول الشهداء حقيقةً حسن هو في هذا المكان حيث هنا نشاهد أثار الدماء إذا كنت فادي في مجال لتورجين أثار الدماء هنا هذا أول الشهداء ارتقى هنا وفقاً للمسعف أحمد أرحطاب فبالتالي هنا أول الشهداء بعد ذلك ماذا حدث أحمد؟ بعدين جيت رجعت لو وراء سعبت صورت أقول له من شاء الله بس أعطوني حملات أنا نقول لهم مصابين صار يزدتوا علي حملات عن الدراج ومنين بعدين جيت طلعت عند الباب لقيت رامز شوماً لكله نار شلحت الشنط اللي معاي اللي سعفات صورت أدير عليه مي مي معكرة بعدين مرة واحدة بعد ما درت عليه مي الشاهد الثاني ونام أنا صورت ألتم جيت على الثالث لقيت أحمد سليت مصارين وطلعات إيده إجروا رايحات من مرة نعم أحمد سليت من الشهداء الذين ارتقوا على هذا الدرج أيها بالزبط حيث يتواجد هنا الشبان والأطفال نعم جيت سحبته 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 أعطيته بكت فيه أول حمال جيت حملته أنا وشاب حطناه على الحمام وقلت له مطلعوا فيه وجينا هناك أخذنا الزيات ورام الشوملة بعدين جيت أنا بدي أقطع الدراج صار يطخ عليه من تحت ردات ما قدرتش رجعت رجوع رجعت بدي أوصل لجوه لقيت أبتجانه نقطعنا الدرج ومستشهد على الأرض كل واقع وجه نعم هذا الشهيد أبو دجانه هو يبلغنا العمر خمسون عاما هو أكبر الشهداء كل الشهداء يبلغنا العمر في العشرينيات من أعمارهم إلا أنا الشهيد بسامة شافع أبو دجانه خمسون عاما وكان بعيدا قليلا عن موقع استشهاد الشبان صح مزبوط طيب إذن كانت ظروف صعبة الاحتلال أطلق النار عليكم في محاولة لمنعكم من إسعاف المصابين الذين أصبحوا شهداء بعد ذلك صح مزبوط وغير لكن نزلوا عنا على الحارة أخذوا كل المصعفين بعد ما نقلت الشهداء نزلت على الميدان نعم أخذوني معهم نزلوني عباب المخيم نعم واللي بقول بقوله أنا معي بطاقة طلطل البطاقة هو الهوية بعد ما فك عن عيوني واللي بقوله إرجع بس تطلعش لوراك يعني الشهداء تم احتجازهم ست ساعات داخل مخيم طول كارم ولم يصلوا إلى المشفى كنا رصدها في تلفزيون فلسطين لحظة وصولهم بشكل حصري إلى مشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي وبطبيعة الحال يعني كيف كانت هي الساعات الست وأنتم تقضونها إلى جانب جثمين الشهداء في المركز الطبي والله خوف ما كان مرتبعي يعني خوف بش طبيعي نعم يعني بس فاتوا علينا وحشية يعني الاحتلال دخل المركز الطبي في محاولة التأكد من أن الشهداء ارتقوا صح مزبوط أجل صار يطلع عليهم قلت لهم أنا أنا مصعف هاي بطاقتي هذول شهدة نعم واللي بل قال لي طيب ماشي رجع علي رجع علي حشكنا على الحيط زكنا على الحيط واللي قلت لهم هذول قلت لهم هذول محا مطاقات مصعفين زي زيهم قالوا وين هويتك وين هويتك قالوا معنا شوية بلشوا فيهم ضرب اعتقلوهم كلهم حتى إيهاب العنبر بلشوا فيه الضرب قالوا أنا ناس لبطاقة يصب عطيكم اسمي الكامل مردوش نعم يعني من لا يملك بطاقة مصعف تم الاعتداء عليه واقتياده إلى جهة غير معلوبة أيوة عملتم مع مصابين غير الشهداء آآ أحمد آآ آآ في أجنة نعنيش نعم ومعا تم اعتقاله بعد ذلك مزبوط صحي وفي أجنة أخرى شابة عينه رايحة نعم خليك رد حاول كنتني قال أنا بدي أطلع من برات المخيم أجل الأنبلانس حمله طلعنا فيه تل المقاطمة عدينا اللجاش علينا آآ أخذوه ظلم آآ بالمستشفى عالجوا وردوا يعني روحوه آآ إيش هو أسن هناك ثلاث إصابات يعني نتاج السهدافات الاحتلال طيب يعني واضح أن آآ أثار الضمار كبيرة حسن شكرا لك أحمد حطاب يعني أنت أحد المسعفين الذين يعملون داخل المخيم من خلال المركز الطبي آآ يعني أيضا هذه الشهادة ستكون من سيدة كانت في لحظة وشاهدة الشبان وهم يرتقون آآ أول إيش عارفين عن نفسك ثانيا ما الذي حدث بالفعل هنا في حارة البلاوني في منطقة الدبي آآ الاسم مسام عيد منها من سكان مخيم طول كارم حارة البلاوني آآ الحدث أنه من استقريبا الساعة ده حسنا أنه فيه حركة جيش وكذا آآ بس كان فيه يعني اللي ركزنا فيه كانت فيه ضربة قوية كثير وبعدين سمعنا صراخ شباب بره بيستنجدوا وكذا بعد هيك بخمس دقائق تقريبا أجل ضربة ثانية بعدين كيفش كان صوت صار فيه صوت إطلاق نار واشتباكات بس كأنه ظهر أنه يعني أنهم ضربوا شباب اللي استشهدوا بالأول الله يرحمهم أولاد الحارة وأنه أجلوا شباب يسحبوهم لكن هم برضو بادرهم بضربة ثانية نعم فهذا كأنه نصار شاهدت الشباب لحظة استهدافهم أو بعد استهدافهم بقليل زي أنا سمعت استغاذات صوتهم وكأنه الإسعاف والشباب نفسهم اللي معهم ما قدروا يسحبوهم أنا ما شفت يعني أنا كنا في البيوت بعدين البيوت اضررت كثير يعني من الضربه كذا يعني الناس كانت خايفة تطلع وحتى اللي كانوا معهم وأظن الإسعاف ما قدروا يوصلوا لهم نعم وهي يعني تعتبر جريمة إنك أنت تستهدف شباب وترد كمان تضرب مرة ثانية بفترة قليلة عساس ما يقدروا اللي بعدهم يشلوهم أو يصعفوهم نعم نتمنى يا رب إلهم الرحمة ولأهلهم الصبر والسلوان نعم كانت ضروف صعبة للغاية يعني عاشت حارة البلونة هذا اليوم أيضا حسن سنذهب وإياكم لنرقي الضوء على إحدى الغرف التي تم تفجيرها هنا في حارة البلونة في منطقة الدب يعني لم يكتفي الاحتلال بقصفه الصاروخي حقيقة يعني استطعنا أن نتأكد بما شاهدنا أن هناك صاروخان أو صاروخين تم استخدامهما في قصف مجموعة من الشبان على بعد لا يقل يعني بفارق زمني من ثلاث إلى خمسة دقائق لكن هنا سأضعكم بصورة ما حدث لهذه الغرفة هي غرفة تم تفجيرها من قبل قوات الاحتلال حتى ما زالت يعني كما تشاهدون أثار الحريق وأثار ما حدث في هذه الغرفة واضح بشكل كبير للعيان حيث تم استداف هذه الغرفة الاحتلال قاب بتفخيخ هذه الغرفة وتفجيرها في حارة البلوني بصورة تدلل تماما على أن الاحتلال استقصد أن يتسبب في إذاء المواطنين وإذاء الجيران لهذه الغرفة هنا إذن ما تبقى هنا من الغرفة يعني بعض الملابس بعض الاحتياجات كما تشاهدون يعني هذه أثار واضحة للضمار الذي حدث في هذه الغرفة هذا المكان الذي كان ملتقى لمجموعة من الشبان تم استهدافه بالتفجير وأيضا كان هناك استهداف واضح للمنازل والمباني يعني إذا كان لا أعلم إذا كان هناك شهود عيان يحدثوننا ما حدث لهذه الغرفة يعني ما الذي حدث بالفعل دعم نعم أولا عرف عن نفسك أنا اسمي رياض حسن عبد الله خزرة أهلا وسهلا أخير أددت أمطال عن الدوان نعم يعني الآن هذه الغرفة تم استهدافها الساعة تقريبا ثلاث ونص فجرا نعم ما الذي حدث بالفعل طبعا كان هناك أكثر من سبعين من خمسين إلى سبعين جندي فتحوا الباب وفجروها الساعة تنتين ونص الساعة تنتين ونص في الليل استشهدوا الشباب في طيارة انتحارية يعني زنانة استشهدوا ساعة تنتين ونص عن جراننا نعم وبعدين بعد دقيقة برضو بعد استشهاد الشبان السبتة تم استهداف هذه الغرفة طبعا ما هي الظروف المتعلقة بهذه الغرفة؟ كيف اقتحمها الاحتلال؟ كان فيها أيا من المواطنين؟ لا أنا لم يكن فيها أحد لم يكن فيها أحد آفيد ذلك ولم ينظروا أحد يعني إنه بدهم يفجروها من الجيران يعني ما قالوا لناش يطلعوا أنا ببعد عنها عدة أمطار يعني ما أمطناش نظار إنك اطلع أو دربالك احنا بدنا نفجر هذا المكان وهذا الغرفة نعم طب يعني لو كانت الكاميرا أيضا تصلت لنا الضوء على الآثار التي تركتها الغرفة كانت مسكوفة أنا لا أعرف طبعا نعم طبعا مسكوفة هي سقفة طيارة نعم دوان نعم نعم يعني أو الدوان أو المكان الذي هو كان مخصص اجتماعات الشبان طيب يعني كانت مسكوفة وتم يعني انهيار للسقف بشكل واضح يعني طبعا طب هل تد يعني أنت كأحد أبناء يعني هذا المكان وهذه الحارة هل تضررت حقيقة من هذا الانفجار طبعا تضررت نفسيا ولادنا وما نمناس من الساعة اشتاح المخيم الساعة 11 في الليل وطلع تقريبا من مخيم الساعة عشرة صباحا يعني كانت ظروف صعبة للغاية طب هل هي تم اقتحام منازل الجيران أو منزل؟ كثير كثير فاتوا على معظم الضول اللي تحيت في عرض البلاواني نعم يعني واضح حالة الحزن والغضب يعني نعم طبعا هم قصفوا الشباب ماطين في طيارتين انتحارية خلف المنزل كانت أبنى صحيح أن الظروف كانت صعبة للغاية يعني يكفي أن ننظر إلى هذه المجزرة وهذا العدوان من خلال اتقاء ستة شبان أقمار يلتحقون بأقمار آخرين سبعة شبان الأسبوع الماضي ستة شبان هذا الأسبوع قبلهم الأقمار الأربعة جهاد شحادي وعزنتين عواد وقاسم رجب وأيضا المؤمن بلعاوي واليوم رامي الشوملي وعدي زيات وأحمد الصيط ومحمد أبو عنين وبسام الشافعي وفراس عواد بلوني جميعهم ارتقوا برصاص الاحتلال كما تشاهدون إذن ضمار واسع وكبير في هذا المكان نتاج هذا الاستهداف المواطنون يحدثوننا عن شهادات صعبة للغاية عاشوها ساعات كانت فعلا للغاية صعبة من انفجارات واقتحامات وأيضا ما يتعلق في الكثير من الانتهاكات والعدوان الذي لم يتوقف هنا هذه المنطقة قد تكون هي منطقة الحدث بالشكل الفعلي والنهائي في هذا المكان حسن هذه المنطقة بالفعل هي المنطقة الأكثر استهدافا حيث أن في هذه المنطقة يعني قوات الاحتلال عملت على استهداف الشبان عبر الجو بصاروخين ومن ثم يعني قامت بتفجير إحدى الغرف أو مكان لتجمع الشبان يعني حتى المركبات المتوقفة بجانب هذا المكان تضررت حقيقة درار كبير لاحق بهذه المركبات رأيتم قبل قليل كيف هي أثار الانفجارات الصواريخ التي أحدثت الانفجارات الكبيرة وأيضا أثار دماء الشهداء التي روت أرض مخيم طول كرم نتحدث أيضا عن حالة من الغضب والحزن ونحن الآن حقيقة حسن بصدد التأكد من الترتبات النهائية لتشييع جثمين الشهداء الستة والتي من المفترض أن تكون بعد صلاة عصر هذا اليوم بالإضافة إلى ذلك أن فصائل العمل الوطني وأيضا المؤسسات وفعليات طول كرم أعلنت بشكل واضح وصريح حالة الحداد العام وأيضا الإضراب الشام لكافة مناحي الحياة هنا في طول كرم ما زال المواطنون يتوافدون إلى مكان استهداف الشبان الستة الذين ارتقوا نتاج الاستهداف الصاروخي عبر الجو حيث هذا المكان سيبقى شاهدا على جريمة اختلفها الاحتلال هنا في مخيم طول كرم قد لا ينسى أبناء شعبنا في مخيم طول كرم هذه الليلة الصعبة التي بها رحل الشهداء رحل أحمد سليط رحل عدي أزيات رحل رامي الشومة لمحمد أبو العلين بسامي الشافعي أبو دجانة وبالإضافة إلى الشهيد الذي تم اكتشافه مؤخرا وهو السادس فراس عواد بلوني حقيقة شعور صعب مشاعر صعبة للغاية يعيشها أبناء شعبنا في مخيم طول كرم مخيم طول كرم نستطيع القول أنه في غضون ثلاثة أسابيع فقط ودع سبعة عشر شهيدا سبعة عشر شهيدا ودعهم مخيم طول كرم في غضون ثلاثة أسابيع وهذا العدد عدد كبير للغاية الاحتلال استقصد منذ يعني اللحظة الأولى إطلاق هذه السواريخ وقتل أبناء شعبنا ومنع المسعفين كما استمعنا لشهادة المسعف أحمد الحطاب منع المسعفين من التقدم تجاههم وأطلق عليهم النار وحتى أنه حاول أن يمنعهم من إخراجهم من المخيم طول كرم فبقوا ست ساعات داخل المخيم حتى في نهاية الأمر نصحب الاحتلال ونقلت مركبات الإسعاف ونحن اتباعا بشكل حصري نصدها لكم عبر شاشة تلفزيون فلسطين